من جدة استشارية تغذية دكتورة روايدة إدريس مصر خير أهلا بك معنا بموضوع الجوع يعني بطبيعة الحال جوع كافر في مصر بده يصير الشخص يأكل بشكل سريع مصر خير شكل سريع وبكمية كبيرة شو أفضل الطرق بالأكل كنوع طعام وكمية يجب أخذها اعتمادها من الصائمين دكتورة روايدة أول شيء ميسون رمضان مبارك وكريم على الجميع شكرا أن ينعاد عليك الله يسلمك يا رب طبعا زي ما بتقولي الجوع كافر وفعلا تلاقي الواحد عشان كده ما ينزل بقالة وهو جيعان لأنه بيأخذ الأخضر واليابس ويتوقع أنه حياكل هذه الأشياء كلها المشكلة يا ميسون مو الفطور وقت الفطور لأنه وقت الفطور ممكن يشبع بسرعة بسبب الجهوة والتمر اللي يكون أكلها وشرب موية كتير فملت له مالته المشكلة فيما يتناوله يتناوله الشخص بعد الفطور يعني من بين الفطور والسحور بتزيد كمية الأشياء اللي بيتناولها بيتناول أشياء كميات مرة ساعتها ملخبط ما بين حلو ومالح حلو ومالح سمبوسك زايد يأكلوا الأشياء هادي كلها نوعيات الطب ونوعيات الغذاء اللي بيتناولها بترفع نسبة الحموضة في الجسم لأنه حتى العصيرات غالبيتهم بتكون العصيرات ميتازجة بتكون عصيرات معلبة لأنه عم تتاخذ بسرعة وراء بعد يعني خلينا نعطي نصائح دكتورة روايدة شوية عملية لأنه الصايم رح يأكل ورح يأكل بشكل يمكن أكتر من يوم العادي ورح يأكل حلو ورح يشرب صحيح ورح يلتزم بالنهاية بوقت معي بدو يلحق يأكل كل شيء فلا بس نصائح لأقل أخاف ضرر أكيد أول حاجة أنه يقسم وجباته لا يأكلها كلها مرة واحدة ميسون هم معا من يسمعوا كلامنا بس هنقول برضو يعني يخطر على التمر وعلى القهوة والماء يفقر يقو يصلي وبعد الصلاة يحط يحط كميات يعني هي الشطارة اللي بتعمل الوجبات ما تعمل كميات كبيرة تعمل كميات وتحط لكل شخص أكله قدامه يعني حبتين سنبوسك للشخص صح نشربه صغير إذا حب أنه يأخد صلطة هذه الوجبة الثانية بعدها بساعتين يتناول الوجبة اللي هي تتكون من يعني شيء قدام مع لحم مع رز مع دجاج يعني من رح ينطر ساعتين لا ما أخو صدقيني حيكون شبع يعني أنا بأحس أنا شخصيا بعد القهوة والتمر أحس أني ممكن أقعد للسحور فهو المعدة بتتعبى وقد ما عبيتيها ما حتقدر تتمني هو المشكلة في نوعية الغذاء يعني نوعية الأكل ممكن تأكل كميات قليلة لكن بما أنها كلها غنية بالدهون غنية بالنشويات هي هذه اللي بتعمل التخمة فسو ممكن ما تكوني أكلتي كمية كبيرة يعني هو النوعية هي الدسمة صحيح وشو أكتر شيء تنسح فيه كسحور 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 ليضال خفيف على المعدة خلال النهار كله وحتى لما يزعجوا يعني فيه أشياء كتير كمان عبتزعجوا يمكن بصير بتعطشوا خلال النهار مزبوط أفضل نوع سحور ناخده قبل النوم على طول أو قبل يعني السحور قبل الإمساك اللي هو الزبادي مع الشوفان مع شوية مكسرات لأن هذه بتاخد وقت على ما تنهضم والشوفان بياخد وقت على ما ينهضم لأنه غني بالألياف مع الزبادي وملعقة عسل أو فواكه طبيعية أو مجففة يعني ممكن نحط زبيب ممكن نحط موزة نحط يعني نوعية أي فاكهة موجودة عندنا نحطها هذه حتكون وجبة رائعة نعم وغنية بشكل كبير بالعناصر الغذائية المفيدة اللي تشارك بشبع الثاني يوم شكراً كتير إليك دكتورة روايدة إدريس استشارية تغذية كنتي معنا من جدة شكراً لكم